مشاهدين ساعة الوقت تسعة بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأباء مع فاطيمة فضلي فاطيمة شكراً منا التسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من تلفزيون مصري أهلاً بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح سيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز والذي يوقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وأعلمين وممثلين عن جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة والخبراء والمتغصصين في شتى المجالات وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد جلسات مهمة ركزت على محوري الاقتصاد والطاقة هذا وتتوصل اليوم فعليات المؤتمر بناقض جلستين معنيتين بالمشروعات القومية والبنية التحتية بالإضافة إلى الأمن المائي والغذائي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة قامت بمحاولات كثيرة لتجاوز أزمة النمو السكاني منذ خمسينيات القرن الماضي مشيرا إلى عدم استطاعتها تحقيق المعدل المطلوب حتى الآن وضف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أنه في الفترة من عام 2011 حتى اليوم بلغت الزيادة السكانية 25 مليون نسمة كما خسرت مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 نحو 450 مليار دولار لفتا إلى ضرورة معرفة الأسباب وراء الفجوة بين الإرادات والمصرفات منذ وقت بعيد للخروج من الأزمة كما أكد أن الدولة تستهدف تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها منذ ثمانيليات القرن الماضي ورؤية مصر في المكان الذي تستحقه يبدأ مجلس النواب اليوم دور لنعقاد الرابع من الفصل التشتعي الثاني ويعقد المجلس جلسة افتتاحية تشهد تحديد موعد تلقي رغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية كما سيحدد المجلس إجراءات انتخابات اللجان فضلا عن إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعترضات استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وزير شباب الرياضة أشرف صبحي بدوان عامل محافظة بالعريشة قبل انطلاق زيارة ميدانية يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت في شمال سيناء وتضمنت زيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الظهيرة والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء بدوره ثمن المحافظ دور الوزارة في دعم الشباب ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء طارئا يتيح موصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما وقبل ساعات فقط من الإغلاق الحكومي أقر مجلس النواب الأمريكي نصا في محاولة أخيرة للتجنب توقف العمل الحكومي قبل أن تتم الموثقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9 أعضاء قالت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكول أن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك تعد تبعات لتغير المناخ حذرت هوكول من حدوث فيضانات مهددة للحياة هذا وأعلنت حاكمة الولاية إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند وهديسون فالي مضيفة أن حالة الطوارئ التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة تأهل فريق كرة القدم الأول بالنادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه أرتاسولار الجيبوتي في المباراة التي جمعتما على استاد القهر الدولي في إياب دور الاثنين وثلاثين وتقدم أرتاسولار عن طريق ورسام حسن فيما رد الزمالك بربعية عن طريق كل من يوسف أوباما وشيكبالا وزيزو وحمزة المثلوثي ينجح الزمالك في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين ذهابا ويتأهل دور المجموعات نهاية موجزة تساعة من تلفزيون مصري عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج سباح الخير يا مصر لكن بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة